أهلا بكم كعادته كل يوم أربعاء وخلال لقائه الإسبوعي بالحجاج في قاعة فولوس السادس في الفاتيكان أكد قداسة البابا فرانسيس في حديثه لجموع الحاضرين أن الله أحق بالطاعة من الناس دعيا الجميع إلى ضرورة الإصغاء لله وطاعته من غير تحفظات أو تأجيلات أو حسابات وقال أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثا ولجميع الأشخاص المتألمين سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرنسيس في تعاليمه حول المسيرة الإنجلية التي يرويها سفر أعمال الرسل تكلم البابا اليوم عن الكنيسة الأولى والتي تظهر كمستشفى ميداني يستقبل الأشخاص الأكثر ضعفا ومرضا حيث معاناة المرضى كانت تجذب الرسل والذين بالرغم من أنهم لا يملكون لا فضة ولا ذهب كانوا أقوياء باسم يسوع وأوضح البابا كيف أن بطرس كان يقترب من المرضى ويمر بينهم تماما كما كان يفعل يسوع فكان ظله يشفي أمراضهم لم يكن صياد الجليل يبحث عن إظهار نفسه بل المسيح الحي والفاعل فيه لقد كان بطرس ممتلئا من روح معلمه لدرجة أن ظله كان يتحول إلى عناق مشف وإلى وسيلة لنشر حنان القائم من بين الأموات الذي ينحني على المرضى والمحتجين ويهبهم مجددا الحياة والخلاص والكرامة وأكد البابا أن بطرس هو صورة الكنيسة التي على الأرض تعد أبنائها وتؤهلهم للسماء والآن تحيات البابا باللغة الإطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية ريولغو un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba in particolare a quelli proveniente dalla Siria, dalla Terra Santa e dal Medio Oriente l'azione risanatrice di Pietro suscita l'odio dei saducei che imprigionano gli apostoli e proibiscono loro di insegnare ma la risposta di Pietro obbedire a Dio invece che agli uomini ci offre la chiave della vita cristiana cioè il dover ascoltare e obbedire a Dio senza riserve senza rinvii senza calcoli il Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti